وفي تعز تواصلت المواجهات بين الحسيين وقوات المقاومة الشعبية وقالت المقاومة إنها سيطرت على شارع الخمسين شمال تعز وسيطرت على عدد من النقاط والمواقع في شارع الستين وأنها أحرقت ثلاثة أطقم عسكرية تابع للحسيين وقتلت تسعة من عناصرهم وقد أكدت مصادر ميدانية مقتلى سبعة من بينهم طفلة وأكدوا أيضا إصابة أربعين مدنيا جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة على أحياء مدينة تعز من قبل الحسيين والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح منذ سرين الهدنة